اعلام نزل فيهم قرآن كبشة بنت معا لما توفي ابو قيس بن الاسلك اراد ابنه ان يتزوج امرأته كبشة بنت معا وكان لهم ذلك في الجاهلية فانزل الله تعالى هذه الايات لتنهي حكم الجاهلية في توريث المرأة كأنها متع يتركها الميت لورثته يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها فكانت كبشة بنت معن بن عاصم هي اول امرأة حرم عليها ابن زوجها واستعادت ميراثها فيه اعلام نزل فيهم قرآن ونزل فيهم قرآن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة